اشتركوا في القناة نساء أربعين ليلة ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون تقدم الإشارة إلى هذا وأن الله سبحانه وتعالى حين من على بني إسرائيل بأن خرجوا من حكم فرعون وآله وما سامهم من الذل والخسف والهوان وكانوا يخدمونهم وخصوصا كان نساؤهم يخدمنا في بيوتهم فلما أذن الله لهم سبحانه وتعالى بالخروج وخرج موسى ليلا هو وقومه من مصر وعلم بهم فرعون وقومه كان أصحابه أو من خرج معه خأخذوا معهم ذهبا وحليا من بيوت أهل مصر من قوم فرعون لأنهم كانوا يخدمون عندهم وكانوا ربما استعاروا منهم ذهبا وربما قالوا إن نريد أن نجعله في عيدنا ونرده إليكم ومنهم من أخذ ذلك سرقة فجمعوا حليا عظيما جمعوا حليا عظيما ثم بعد ذلك لما من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أغرق فرعون وقومه ونصر موسى عليه الصلاة والسلام وكان هذا النصر في العاشر من محرم وكان هذا اليوم يصومه بنو إسرائيل وكانت تصومه قريش في الجاهلية وصامه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فصامه عليه الصلاة والسلام لكن لما علم بصومهم قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم فعند ذلك أراد أن يخالفهم في صفة صومه وإلا فإنه كان يصومه قبل ذلك فقال لا إن عشت إلى قابل لأصوم النتاسع وإن كان قبل ذلك لم يؤمر بمخالفة أهل الكتاب وإلا فقد علم بصومهم قبل ذلك لكن لما أمر بمخالفة أهل الكتاب قال لا إن عشت إلى قابل لأصوم النتاسع فلم يعيش عليه الصلاة والسلام إلى قابل فكان صوم يوم قبله سنة ولهذا لما سئل ابن ما سأل الحكم ابن أعرج ابن عباس رضي الله عنهما عن صوم العاشر قال أعدد تسعا فإذا أصبحت التاسع فصم المعنى أن هكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لو أدرك العام القابل وليس معنى ذلك أن التاسع هو عاشوراء عاشوراء هو العاشر لأن بعضها العلم يقول إن عاشوراء هو التاسع والصواب أنه العاشر من محرم كما صامه عليه الصلاة والسلام وكما ثبت أيضا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء العاشر من محرم المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما أنجاه الله سبحانه وتعالى وقومه من فرعون وأغرق فرعون وقومه صام هذا اليوم شكرا ثم إن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه الصلاة والسلام وعد موسى عليه الصلاة والسلام بأن ينزل عليه ديناً وشرعاً لبني إسرائيل وكانوا قد سألوه ذلك فالله سبحانه وتعالى واعده ثم أمره أن يأتي إلى الطور ويتلقى منه كتاب ويتلقى منه التوراة ويكلمه سبحانه وتعالى وتلقى منه الألواح واخترف في الألواح هل هي التوراة أو الألواح شيء آخر عن غير التوراة فالله أعلم فالمقصود أن التوراة كتبت بيده وكذلك الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بما أمر الله به سبحانه وتعالى فيها ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه في التوراة ثم إنه كان الأجل إلى ثلاثين ليه وعدنا موسى ثلاثين ليه ثم أتممناها بعشر تقدم الإشارة إلى ذلك وأنهم علموا أن الله وعده لثلاثين ليه وأنه يكلمه بعد ذلك سبحانه وتعالى وأنه كما جاء في الآثار لما استنكر رائحة فمه عليه الصلاة والسلام استاكى فأتمها الله بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ولهذا قال سبحانه وتعالى كما هنا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا موسى هنا وإذ دائما تأتي والمعنى واذكر فيكون إذ هذا ظرف لما مضى من الجمال مبني على الشكون في محل نصب بفعل مقدر أذكر لأن هذا قد مضى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وهذا إخبار عن تمام تلك الليالي أربعين ليلة وعدنا موسى موسى مفعول أول أربعين ليلة مفعول ثاني ولا يصلح أن يكون ظرفا لأنه يكون في هذه الحال في أربعين ليلة وليست المواعدة في أربعين ليلة إنما وعده لتمام أربعين ليلة والمعنى يكون مفعولا به ثم لما تأخر موسى عن الميعاد الذي كعلموه أول ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى مد له في الميعاد وقع في قلوبهم ثم أضلهم السامري وحصل لهم فتنة فقال السامري وكان يظهر الإسلام وكان كما قالوا لم يكن مؤمنا في الباطن وخدعهم وغرهم وكان قد رأى أثر حافر فرس جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك شولت لي نفسي لأنه كما يقال رأى الفرس الذي عليه جبريل وأنه إذا وطئ مكانا فإنه يكون أخضر يعود ربيعا أخضر فعلم أن له شأن فوقع في نفسه أن يأخذ حفنة من هذا التراب الذي وقع عليه حافر الفرس ثم قال لبني إسرائيل إنه لا يحل لكم هذا الذهب فأعطوني إياه لأجل أن نصغه فأعطوه إياه فصهره ثم نبذ عليه تلك الحفن من التراب ثم كان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عجلا جسدا له خوار له فم ودبر وكانت الريح تدخل من فمه وتخرج من دبره فيكون له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي ترك إلهه عياذا بالله من ذلك انظر إلى هذا الضلال المبين وإلى هذه المخالفة وما أكثر مخالفتهم لموسى عليه الصلاة والسلام وعدم أدبهم معه ومخاطبتهم له فجعلوا يعبدون فقيل إنهم عبدوه في عشرة هذه الأيام ثم رجع إليهم موسى عليه الصلاة والسلام عند ذلك وقع كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ بلحية هارون ورأسه وقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي والمعنى أنه قال إني لم ألحق بك لما فعلوا ذلك خشيت أن تقول لما لحقت بي ولم تبقى عندهم فعند ذلك سكت عن موسى الغضب عليه الصلاة والسلام ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنهم ظالمون وأنهم مشركون بهذا الفعل أخبر أنه سبحانه وتعالى أنه عفى عنهم قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بعدما وقع منهم هذا الظلم العظيم قال وإذ أتينا موسى الكتابة والفرقان لعلكم تشكرون وإذ أتينا موسى الكتابة قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بعد هذا الظلم العظيم وهذا الكفر وعبالة العجل الله سبحانه وتعالى تلافاهم بعفو وليس مجرد المغفرة عفو وليس مجرد الستر عفو هو سبحانه وتعفى عنهم والعفو هو الإزالة والمحو تقولوا عفت الريح الديار عفت الريح الديار المعنى أنها لما جاءت الريح سفت على تلك الديار سفت عليها التراب والغبار فاجتمع فلم يبق لها أثر وهذا مستعمل في لغة العرب فهذا هو المعنى ثم عفونا عنكم يعني محو تام كأنه لم يكن ذنب بخلاف الستر فإن الستر بمجرد التغطية الستر هو مجرد التغطية أما العفو فهو الإزالة والمحو فأنت ربما تستطر بالثوب لكن الثوب لا يقي من أثر السلاح الذي يقي من أثر السلاح ما يوضع على الرأس من الحديد والدروع ومنح ذلك مما يقي أثر وضرر السلاح وكذلك ما يصيب البدن فهذا هو العفو والمحو ولهذا تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية تبالغ في سؤال الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك من بعد هذا الفعل لعلكم وهذا للتعليل في حقه سبحانه وتعالى وفي حق العباد أنه يكونوا أنهم يرجون العفو ويرجون الرحمة منه سبحانه وتعالى ولهذا قال لعلكم تشكرون يعني تعودون بالشكر تعودون بالتوبة الصادقة تعودون بالعمل الصالح ويكون شكركم هذا بأن تعودوا أحسن مما كان وهذا هو أثر التوبة العظيم أن يعود أحسن مما كان لعلكم تشكرون يقال شكرة الدابة إذا امتلأت شحما ولحما ولهذا في حديث الفتن حتى تشكروا أنعامهم يعني تشمن سمنا عظيما ولهذا قال لعلكم تشكرون يعني أنكم تعودون إلى حال أعظم وإلى حال أجل من الحال التي كنتم عليها ولهذا التوبة الصادقة يعود العبد فيها وإليها إلى حال هو خير من تلك الحال التي قبل ذلك ثم قال شبحانه وتعالى وإذ آتينا موشى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله شبحانه وتعالى أنعم عليهم نعما دينية ونعما دنيوية وإذ آتينا موشى الكتاب الكتاب ما هو التوراة والفرقان قيل إن الفرقان من باب عطف الصفة على الموصوف ومعنى الكتاب الذي يفرق الله به بين الحق والباطل وقيل إن الفرقان هو نفس الكتاب قيل إن الفرقان هو نفس الكتاب فيكون من باب عطف الشيء على نفسه وقيل من باب عطف الصفة على الموصوف باب عطف الصفة على الموصوف والمعنيان صحيحان فالكتاب فالكتاب فرقان والكتاب من صفته الفرق بين الحق والباطل وهذا في لغة العرب قالوا فألفى قولها كذبا ومينا حطف المين على الكذب والمين هو الكذب والمين هو الكذب ومن قوله إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم هذا من باب عطف الصفات بعضها على بعض من باب عطف الصفات بعضها على بعض وهي متساوية من جهة أنها لموصوف واحد وكذلك هنا ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان فإن قلنا إنه إن الفرقان هو الكتاب فيكون باب عطف الشيء على نفسه أو باب عطف الصفة على الموصوف والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرقان عليكم أنزل الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل فلا تحتاجون بعد ذلك إلى شيء لا يحتاج إلى أن تتعنتوا لا يحتاج إلى أن تسألوا الآيات لا يحتاج أن تسألوا بينات هذا أعظم بينا وأعظم آية وأعظم دلالة لكنهم قوم متعنتون من فور ما سلموا وخرجوا من البهر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهنوا وهذا يبين سر تعلقهم بعبالة العجل لما رأوا قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة توهي من جاهم الله سبحانه وتعالى من الذل والخسف والهوان ورأوا عدوهم يغرق وأقرى عينهم قالوا وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أغرقهم سبحانه وتعالى وهم ينظرون أقرى عينهم مباشرة يمكن أنهم لم يجفوا بعد مما علق بهم من أثر هذا البحر من أثر خروجهم اجعل لنا إلها كما لهم قال إنكم قوم تجهنوا بل قد قيل والله أعلم بصحته إن الذين كانوا يعبدون هذا الصلم الذين مروا عليهم كانوا يعبدون عجلا كانوا رأوهم يعبدون عجلا ففتنوا بالعجل الذي صنعه لهم السامل لكنه جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لكنهم اتخذوه وكانوا ظالمين في هذا عياذا بالله من ذلك ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم الآيات والدلائل والتوبة والعفو وأتاهم الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هداية عظيمة الكتاب والفرقان هداية هليس كذلك لكن لعلكم تهتدون هذه الهداية ماذا الذي يظهر والله أنه هداية ماذا توفيق لأنه قال ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان أليس هو هداية ثم قال لعلكم تهتدون لابد أن يكون هذه الهداية هداية ماذا خاصة لأنه لا يجب من وجود الكتاب بينهم أن يهتدوا الهداية الخاصة فكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه العياذ بالله لم يهتدي به إنما هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة وما رجقنا هم ينفقون فيقبل عليه تلاوة يقبل عليه تدبرا فالله سبحانه وتعالى قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هذه الهداية صلاح لكم في أموركم كلها في حياتكم في الدنيا وفي حياتكم في الآخرة بل تمام هدايتكم أن تهدوا إلى دوركم في الجنة كما في حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه في صعي البخاري إن أحدكم له وأهدى بداره في الجنة من داره في الدنيا كما تقدم إذا دخل الجنة ما يحتاج يسأل أين قصور أين داري مباشر يقصده الله أكبر ولهذا قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون فهذا الكتاب وهذا الفرقان فيه بيئا ما يحتاجون إليه فلا يحتاج أن تسألوا شيئا من الدلائل تقدم الإشارة إلى ما كانت عليه أمة نبينا عليه الصلاة والسلام في أنهم لم يطلبوا شيئا من ذلك لكن هؤلاء قوم بهد وأهل ظلال عياذا بالله من ذلك ثم قال سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ وَالْعِجْءِ فَتُوبُوا إلى بارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ لأن قال إنكم ظلمت أنفسكم باتِّخاذ مج فتوبوا إلى بارِك فاقتلوا أنفسكم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ لأن قال ظلمتم أنفسكم ثم قال بعد ذلك فتاب عليكم أنه التواب الرحيم لكن قال وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِي قَوْمِ يَاقُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُوا باتِّخاذكم فتوبوا إلى بارِك فاقتلوا أنفسكم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ بَارِئِكُمْ كَرَّرَهَا مرتين فتوبوا إلى بارِئِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِي قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتاب عليهم وموسى تاب عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام ونصح لهم تذكيرا لهم لأجياء لا يعودوا إلى ما كانوا عليه قال موسى لقومه يا قوم هو يقوله يا قوم يتحبب إليهم بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام وهم يقولون يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعد لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة انظر إلى سوء الأدب وينادونه يا موسى وموسى عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم ويحسن إليهم عليه الصلاة والسلام يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يناديهم عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم يا عبدة العجل يا من فعلك يا من أشرك بالله يا من يا من ما قال هذا عليه الصلاة والسلام ما أنهم فعلوا أفعال شنيعة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم والظلم لا شك تحتمل لكن في هذا تلطف عظيم هو يقول أنتم ظالمون لأنفسكم ظرون لأنفسكم متعدون على أنفسهم والنبي عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تردعه تمنعه من الظلم هو أعظم نصر للظالم لنفسه أن تنهاه عما وقع فيه من الظلم من ظلم نفسه أعظم الظلم ظلم العبد لنفسه بمعصية الله ظلم العبد لنفسه بمعصية الله ولهذا أنت حين تأمر أخاك وتنهى أخاك تأمر وتنهى أخاك هذا من أعظم نصره على نفسه تنصره لماذا لأن المسكين معه عدو يقاتله وهو لا يشعر عدو صرعه عدو أهلكه عدو قتل روحه قتل نفسه ولا يشعر ولهذا تقدم معا ليس الشريد بالسرعة إنما الشريد الذي يغلب نفسه عند الغضب أنت حين تعين أخاك تعينه على نفسه الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فأنت حين تنصح أخاك حين تذكر أخاك هذا من أعظم النصر له على نفسه وذلك أنه ظلم نفسه ظلما عظيما يقول يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمعينه والغفور رحيم تدعوه وتقول لا تقنط إذا كان هذا من عموم الناس لعموم إخوانهم فكيف إذا كان الأمر من نبي من أنبياء الله بل من أولي العزم موسى عليه الصلاة والسلام يا قومي وإن قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسهم الظلم أصله البخص والنقص ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم ظلموا أسا بماذا باتخاذهم عجل ماذا اتخذوه اتخذوه لشيء اتخذوه إلها عبدوه دون الله سبحانه وتعالى فتوبوا دعوة إلى التوبة فالله يفرح سبحانه وتعالى كما في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لكن هنا قال فتوبوا إلى بارئكم وانظر إلى قوه ما قال إلى خالقكم لكن قال إلى بارئكم والله أعلم ذكر بعضها العلم فتتوبوا إلى بارئكم أصل برء الشيء هو من برء الجرح وهو انفصال الداء فالبرء هو الفصل والله خالق البارئ البارئ وهو المصور سبحانه وتعالى وكأن المعنى أنه سبحانه وتعالى خلق كل نفس هو الخالق لكن كل نفس لها صورة وكل نفس برأها سبحانه وتعالى على صفة خاصة على صفة خاصة فكأنه يقول أنتم تعمدون عجلا عجل وهذا العجل لا يرد لهم شيئا ولا يرد لهم قولا ولا ينفعهم في شيء عجل ولهذا كان من ذهب كما جاء في الآثار صهروه وكان من ذهب وحلي أنتم الذين خلقكم الله وأحسن خلقكم وقومه في أحسن تقويم تعبدون عجلا برأكم وخلقكم على هذه الصورة خلق خاص وله قال فتوبوا إلى بارئكم فالمعنى فتعقلوا فانظروا فكان من تمام التوبة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فاقتلوا أنفسكم على المشهور عند جماهين وفسرين وهو ظهر القرآن كما جاء في الآثار عن كثير من السلف منقلها من كثير وغيره وهو ظهر القرآن فاقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم بعضا هذه توبة هذه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل والله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة فقال فاقتلوا أنفسكم واش معنى فاقتلوا أنفسكم يقتل قيل يقتلوا من عبد من لم يعبد الصنم من عبد وقيل يقتلوا بعضهم بعضا هذا هو ظاهر في القرآن وجاءت في هذا آثار والله أعلم بصحتها لكن كما قال سبقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتابع عليكم إنه التواب الرحيم فقيل إنهم بعد ذلك عمدوا إلى إلى السلاح والسيوف والخناجر والسكاكين وأنهم قالوا كيف لنقتل بعضنا بعضا ونحن نرى يرى الرجل أباه وأخاه نحو ذلك أمامه فقد لا يطيق فيقال إن الله سبحانه وتعالى أوقى عليهم ظلة من غمام فلا يرى بعضهم بعضا ولا يعرف بعضهم بعضا فصار مقتلات بينهم وقيل في بعض الآثار إنه قتل منهم نحو من سبعين ألف وأن موسى عليه الصلاة والسلام عليك رفع يديه وابتهل إلى الله أنه خشي أن يفنى بنو إسرائيل وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رفع عنهم فسقطت من أيديهم فسقط من أيديهم السلاح فحزن موسى عليه الصلاة والسلام فأوحى الله فأوحى الله إليه يا موسى إن من بقي فقد تبت عليه ومن قتل فهو شهيد أو قال أدخلته الجنة أو كما جاء في الآية فالله أعلم المقصود أن الله سبحانه وتعالى كما في الآية فتوبوا إلى بارك فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم لأن هذا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقوله إذ قال موسى هذا كما تقدم كله بمعنى يقدره العلماء في كل القرآن بمعنى أذكر هذا الظرف منصوبا بفعل مقدر أذكر وإذ قال موسى والجملة بعده جملة بعده مضافة إليه في محل جر سواء كانت جملة فعلية أو إسمية إنه هو التواب الرحيم التواب كثير التوبة سبحانه وتعالى وهذه التوبة التي تابها عليهم سبحانه وتعالى وصف له سبحانه وتعالى الرحيم تاب عليهم ومن رحمته مغفرة ومن رحمته جنته سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة هذه الآصار والأغلال فمن وقع في ذنب من وقع في ذنب فتوبته مجرد الندم الندم توبة يندم بمجرد ندمه توبة يقلع الإقلاع ما هي شرط توبة الندم الإقلاع الندم حاضرا الحال يعني يقلع حالا والندم على ما وقع والعزم على أن لا يقع أن لا يعود إلى مستقبلا يعني فيها ثلاثة أجمنة إقلاع في الحال ندم منعم مضى عزم في المستقبل أن لا يعود هذه التوبة الصاد يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة النصوحة هذه التوبة النصوحة وليس معنى ذلك أنه لا يعود في الذنب لا قد يعود في الذنب ولهذا قال إنه التواب الرحيم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون خير الخطائين التوابون والحديث الصحيح يقول يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أذنب عمدي ذنبا فعلم أن له ربا يقبل الذنب ويأخذ به فتاب ثم عاد أذنب ثم عاد هذا حتى يكون الشيطان يعني هو الأبعد ويقول عز وجل في آخر حديث ما معناه يعني أنه إذا كان كذلك فأعمل ما دمت تتوب توبة صادقة لكن ليس التوبة التسويف مع عزم على الوقوع هذا ليس التوبة إنما يتوب توبة صادقة ثم إذا غلبته نفسه فليعود حتى يكون الشيطان هو الأبعد ولا تقول أنا عدت في الذنب أنا نافقت أنا لست صادقة لا الندم توبة إن توبة عمل صالح الذنب معصية التوبة عمل صالح حالك بعد التوبة الصادقة أحسن من حالك قبل أن تقع في المعصية لأنك تبت وندمت وعزمت على عدم وقع غلبت كنفسك فإن الله هو التواب الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرف لا تقنطوا من رحمة له إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة يعني إنه الغفور الرحيم يغفرها جميعا بالتوبة سبحانه وتعالى إنه الغفور الرحيم والتوبة توبتان توبة عامة وتوبة خاصة العبد يتوب إلى يقول الله أستغفرك وأتوب لك دائما يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب لك أي توبة عامة يتوب من جميع الذنوب قد تكون هناك بعض الذنوب الواقع فيها هو ما استحضرها عليه أن يتوب منها توبة خاصة إذا كان هناك ذنوب هو واقع فيها توبته منها ليست مجرد أنه يقول استغفر الله هذا لا شك عمل صالح استغفارك عمل صالح وتؤجر عليه وهو ذكر لله سبحانه وتعالى بأن تذكره بأن تقول أستغفر الله أستغفر الله هذه السين والتاء والهمس هذه للطلب استفعال الطلب تطلب مغفرة الله لكن توبتك منها هو إقلاعك عنها إنه هو التواب الرحيم فلا تيأس مهما عض ذنب مهما كبر الذنب كثير من ناس قد يأتيه الشيطان يقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا وتلا ينفعك التوبة فيملي نفسه ويستمر والعياذ بالله وقد يلقى ربه على هذه الحال فليحذر التواب الرحيم من رحمته سبحانه وتعالى أن يسبل على عبده سترة وأن يدخله جنته إذا لقه على التوبة الصادقة رحيم كثير الرحمة فعيل صيغة مبالغة من رحمة وإذ قلتم يا موسى كذلك سؤالهم وطلبهم لا ينتهي في أمورهم كلها سيأتي حين ظل الله عليهم الغمام في تعنتهم وفي سؤالهم وفي طلبهم من موسى عليه الصلاة والسلام وموسى صابر عليهم عليه الصلاة والسلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جرى ثم أيضا هذه الأفعال هذه الأفعال التي ذكر اختلف العلماء في توقيتها يعني اختلف العلماء لكن نحن ليس عندنا شيء نص في هذا ينظر في كتاب الله ما كان ما ظهر منه ترتيب لبعضها هناك أمور ظاهرة حين خرجوا من مصر في أول أمر واخذوا معهم الحلي وكان بعد ذلك تبعهم فرعون كان بعد ذلك خرجهم هلاك فرعون ونجاتهم ثم بعد ذلك قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة ولا شك أنه بعد ذلك أمروا بفتح بيت المقدس أمروا بأخذه من الكنعانيين العماليق يا قوم ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين نعم كما ذكر الله سبحانه وتعالى فقال ذهب يا موسى أنت وربك فقاتل إن هنا قاتل قال إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها بدا ما دم فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد يا ذنب الله فهم وقع منهم من سؤال موسى عليه الصلاة ومن تعنتهم الشيء الكثير ولهذا قالوا هنا وإذ قلتم يا موسى هذه جرأة عظيمة جرأة عظيمة لن نؤمن لك والعيان بالله لن نؤمن لك لن نؤمن حتى نرى الله جهرة عيانا هذه قلة أدب كيف تجرأوا على مثل هذا القول لكن هم يهود هم بنوا إسرائيل بنوا إسرائيل هذا هو نسبهم واليهودية ديانتهم ديانتهم وبنوا وإسرائيل هم ينسبون إليه بمعنى أنهم بنوا إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وإسراء معنى عبد إيل الله فهذا مثل جبرائيل إسرافيل إسرائيل على المشهور عزرائيل فإيل معنى عبد إيل معنى الله هذا معنى ولهذا قال أو بكر رضي الله عنه لما بلغه كلام موسيقى المكذب والله ما خرج هذا من إل يعني من إله ما خرج هذا من إل موسى اسمه في الأصل يقولون موشا موشا وعرب في العربية موسى أمو الماء أشاء الشجر موشا وعرب فقيل موسى بخلاف الموس بحلاقة هذا عربي لكن موسى موشا هذا نعم يعني ليس بعجمي ولهذا هو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة يعني للعالمية والعجمة فقالوا مو معناها ما أشاء الشجر قيل سمي بهذا والله أعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما وضعته أمه في النهر وربطته وضعته في صندوق فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راد إليك وجعله من المسلين بعد ذلك انطلق ثم أخذه ثم سار ثم وقع يقال بين أشجار وماء فالتقطه آل فرعون فلما أخذ بين الشجر والماء قيل سموه موسى الذي هو كما تقدم الماء والشجر فالله أعلم فبنو إسرائيل قالوا لموسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون أخذتكم الصاعقة الصاعقة جهرة عيانا نراه عيانا وذكروا سبب لهذا فالله أعلم وأن هؤلاء هم السبعون هؤلاء خيارهم هؤلاء خيارهم واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا يعني اختر قومه يعني من قومه من سبع نزع الخافض اختر موسى قومه من قومه يعني فقالوا يعني لو نرى الله جهر لن نمحتر الله جهره فأخذتهم الصاعقة وليا ذو الله الصاعقة قيل نار نجلت من السماء وحرقت وقيل من الصعق وأنهم سعقوا وماتوا حالا فالله على المقصود أنهم ماتوا ويقولون يا موسى لن نؤمن وهذا أول موضع كما سيأتي لأن الله سبحانه تعالى قال ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون هذا أول موضع في سورة البقرة فيه ذكر إحياء الموتى وفي البقرة خمسة مواضع في إحياء الموتى هذا أول موضع هذا أول موضع ثاني موضع ما هو قتيل البقرة لما قالوا فقل نظره بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته هذا الموضع الثالث الموضع الثالث ألم ترى إلى الذين خرجوا من دينهم ألوف حذرت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وذكروا سبب ذلك الموضع الرابع أو كالذي مر على قرية ويخاوية على عروشها قال أن يحيي الله هذه بعنواته فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبثت يوم وأنا أبعد قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك فننشجها ثم نكسوها فلما تبينه قال أعلم أن الله على كل شيء قديم والموضع الخامس هو موضع إحياء إبراهيم عليه الصلاة قال إبراهيم ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيف وصرهن إليك ثم اجعل لكل جبل منه جزءا ثم ادعوهن يتيينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكي هذه خمسة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إحياء الموتى في سورة البقرة وهذا أول موضع منها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى لما قال موسى ربي أرني أنظر عليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان فسوف تراني فلما تجلى رب جعل دك وخر موسى صعيق فلما فق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول ممين لم يقل سبحانه وتعالى إني لا أرى قال لن تراني ولهذا تجد من يتعرض للتفسير ممن تأثر بمن ظل عن الصراط المستقيم أو من ظل عن الصراط المستقيم في باب رؤية الله سبحانه وتعالى صاحب الكشاف وأمثالهم حتى البيضاوي في تفسيره يعني يقولون كلاما غريبا يقولون يعني ما معناه يعني ما معناه إن هؤلاء الذين سألوا إنهم يرون الله إن هؤلاء كالمجسم مجسم يعني وأن الله كيف كيف يرونه وأنه لا يرى وأنه يفسرونه تفسيرا باطلا لا يجوز ولا يصح ورؤية الله سبحانه وتعالى ذابتة والله سبحانه وتعالى لم يقل سبحانه إني لا أرى ولها علق الرؤية قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان هل استقرار الجبل ممكن أو لم يمكن ممكن علقه على ممكن ولن ليست لنفي التأبيد ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا كما يقول المالك في الكافية ويقصد بذلك الرد على الزمخشري إما في تفسيره أو في أمنوذجه أو فيهما جميعا في كلامه هذا وكذلك غيره ممن سلك هذا المسلك ولن بحسب موقعها تارت كل النفي المؤبد إذا جاءت ما قروا تنبه ولن يتمنوه أبدا هذا جاءت أبدا وكما قال سبحانه وتعالى ما سألوا الذين اتخذوا من دوليا في قولي لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا لن يخلقوا وهذا دليل على أن لنه للتأبيد فلن بحسب المقام ولهذا رد بن مالك رحمه الله القول بأنه لنفي التأبيد ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله وردد وسواه فعضلا فهو سبحانه وتعالى يرى في الآخر يراه المؤمنون لكن في الدنيا البشر لا يستطيع رؤيته سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله الرؤية لما كلم الله سبحانه وتعالى اشتاق رؤيته قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا كان الجبل العظيم اندك وكأنه ذهب أباء منذور كأنه ليس شيء ذهب عن وجه الأرثمان ساخى تماما وجاء عند التلمذي أن ما بدى من نوره سبحانه وتعالى كما عند التلمذي مقدار أنملة من أصبع كما في رواية أنس عند التلمذي عند ذلك صعق موسى عليه الصلاة والسعق يكون موتا ويكون إغماء الصعق اللي هنا ما هو الصعقة اللي هنا صعقة موت والصعقة التي يصيب بها موسى عليه الصلاة والسعقة إغماء صعقة إغماء ولهذا قال حتى نرى الله جهرة عيانا فأخذتكم الصعقة وأنت منظرون وكما تقدم ثبت أن الله يرى كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لمحجوبون قال الشافع رحمه الله لما سئل فأجاب قال وهذا من فقه رحمه الله لما حجب أولئك في الصخب علم أنه يراه أولئك في الرضا يراه أولئك في الرضا هذه من دلالة المفهوم هذه من دلالة المفهوم وإلا في الآيها صريحة قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس الزيادة كمحجي صهايب هي رؤية الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هم في السورة والسنة برؤية الله سبحانه وتعالى ولحديث كثيرة في هذا تقدم الإشارة إليها قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يعني رأوا هلاك بعضهم بعض عبرة وآية ثم إنه سبحانه وتعالى تاب عليهم فقال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذا هو الموضع كما تقدم الأول الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في إحياء الموت في الدنيا وهذا لا ينافي لا ينافي وهذا قالوا ربنا متنا ثنتين وحييتنا ثنتين هذه إماتة خاصة إماتة عارضة لأن هؤلاء لم ي ماتوا موتا عارضا فالله سبحانه وتعالى لماذا بعثهم ليستوفوا آجالهم كما قال كثير من السلام بعثهم ليستوفوا آجالهم ولي قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كذلك يعني هو سبحانه وتعالى عفى عنهم لأجل أن يشكروا وبعثهم لأجل أن يشكروا رأوا آية عظيمة والشكر يكون كما قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يشكر بيده وبلسانه وبقلبه فشكروا سبحانه وتعالى يكون بهذه كلها وأعظم شكر الله سبحانه وتعالى بأن تشكره على نعمة الدين نعمة الإسلام وهذا من أعظم أسباب الزيادة قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نسأله سبحانه وتعالى حسن شكره وذكره نسأله سبحانه وتعالى يختمنا ولكم الصالحات ويتقبل مننا ومنكم مني وكرم آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر